القصة دي جات لك منين؟ جات لك من وحي خيالك؟ جات لك من معايشة حقيقية للموضوع؟ جات لك من حد مثلاً في الإطار الناس اللي حواليك صحبة، جارة، صديقة قريبة، اتعرضت للموضوع شفتي ماذا تأثيرها عليها؟ إيه اللي خليك تكتبي عن الموضوع ده تحديداً؟ بصي هو العلاقات السمة في حياتنا يعني على مدار حياتي تقريباً أنا بسمع عن علاقات سمة بس المصطلح نفسه ممكنش نعرف عنه يعني مؤخراً بدأ يحصل وعي كبير فالناس تقول مثلاً أنا في علاقة سمة بدأ يحصل وعي وله في شوية مصطلحات التالية تنتشر للفترة الأخيرة كده من ضمنها تكسك بالضبط، بس في الآخر كل الناس تقريباً اللي في إطاري وفي إطاري علاقاتي مروا بعلاقات سمة حتى رجال على فكرة يعني أنا لما جات لي الفكرة دي وقفتها شوية قلت لأنا مش حكي تبعانها لحد ما بعد سنين جي حد من صحابي الولاد واكتشفت أنه خارج من علاقة سمة ومعندوش أي ثقة في نفسه مهزوز تماماً بيقول لنا حتى ما عنديش ثقة إن أنا أتكلم هو أنا أتكلم صح فاكتشفت أن الموضوع ملوش علاقة براجل أو ست ببنت أو ولد أو راجل أو ست وهو اللي خلاني أحس أن أنا أنا حكتب عن الموضوع ده وحكتب عنه وحرجع تاني للفكرة وحرجع أذاكر كويس لكيات الحيوانات عشان خاطر اكتب عنه شبهتي المواقف السمة أو المواقف التوكسكس بمواقف بتتعامل حقيقي في عالم الحيوان حقيقي فعلاً مش مجرد خيال أو مش مجرد ده مثلاً الشتيمة إنه هو مثلاً بيتصرف هنا زي كذا لا هو فعلاً في عالم الحيوان فيه سلوك موازي للسلوكيات السمة موسيقى